بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله نكمل مع بعض وإن شاء الله نتكلم مع بعض عن وخليها في البداية نسأل سؤال هل الطاقة الكهربية اللي دخلت للعم اتدمرت واختفت طبعا الإجابة هنا false ولو حبينا نفهم ده أكتر تعالوا نتكلم عن مفهوم energy transformation from one phone to another فكرة الانرجي لما بتدخل ليه أي جهاز هي مش بتتدمر هي بتتحول من شكل لشكل تاني يعني مثلا يا مستر أنا لما بسوق العجلة ايه نوع الطاقة مثلا اللي أنا بستخدمه وايه نوع الطاقة اللي بينتج تعالوا نفهم أكتر energy transformation while riding a bike انت في البداية بتاكل بمعنى ان جسمك في طاقة when you have breakfast your body gets the chemical energy that is stored in food الاكل اللي اللي حبناكله بيكون موجود فيه طاقة كيميائية chemical energy وجسمنا بيخزن الطاقة دي when you ride a bicycle and push the paddle with your feet بتتحرك البدال chemical energy in your body is converted into kinetic energy that causes the bicycle to move بتبتدي البايسكيل تتحرك لانك حولت الكميكال انرجي لكاينيتك انرجي the kinetic energy is converted into thermal energy due to the tire's friction with the road الكاينيتك انرجي الموجودة في البايسكيل دي اتحولت جزء منها لـ thermal energy نتيجة الاحتكاق مع الطريق تعالوا ناخد مثال تاني energy transformation while turning on an electric bulb when you turn on an electric bulb the electric energy is converted into light energy that lights up the room بتبتدي الالكتريك انرجي تتحول للايت انرجي وتنور لنا المكان اللي احنا فيه ولكن some of electric energy is converted into thermal heat energy which you can feel if you put your hand near to the electric bulb when it is on for a while لما تقرب ايديك من اللمبة او تحاول تلمسها هتلاقي فيه سخونة وديه thermal energy اللي خرجت معه اللايت وطبعا لو تفتكروا احنا قلنا ان thermal energy دي هي طاقة احنا مش محتاجانها الوظيفة الاساسية الالكتريك لامب هي ومن هنا بنوصل لlaw of conservation of energy energy can neither be created nor destroyed but only converted from one form to another الطاقة ما بتتدمرش تماما ومش بنحصل عليها من الفراغ ولكن هي بتتحول من شكل لشكل تاني تعالوا ناخد امثلة اكتر ونشوف الطاقة ازاي تحولت من one form to another energy flow in hair dryer input energy هنا او consume the energy electric energy enters the hair dryer through an electric copper wire فيه سلك كهربي السلك ده مشيت في الالكتريستي او الالكتريك انرجي ووصلت لحد الديفايز ده الديفايز ده مهمته هو تحويل الطاقة دي الاشكال تاني فالoutput energy هنا او produced طبعا thermal energy is produced to perform their main function of hair dryer يعني بيخرج الطاقة الحرارية اللي هي اصلا وظيفة ال hair dryer السية عشان ينشف الشعر kinetic energy is produced from the fan and air motion بيكون في برضو kinetic energy sound energy is produced as noise بتحصل دوضاء من ال hair dryer وده اللي بنسميه sound energy when the air dryer is operated هنا ممكن نقول note the sound energy that is produced by hair dryer is considered lost energy او احيانا بنطلق عليها wasted الطاقة هنا مهضرة ال sound energy ده هي طاقة احنا ما كناش محتاجينها اصلا منه as it is not the device's main function مش ده الوظيفة الاساسية الوظيفة الاساسية الوظيفة الاساسية اللي هو يطلع علينا thermal energy there is no lose of energy مفيش هنا تدمير او خسارة في الطاقة ولكن هو تحول من شكل اللي شكل تاني حتى لو الشكل التاني اللي تم انتاجه ده انت مش محتاجه ولكن هو جمنين جمن الصورة الاولية للطاقة يعني مثلا كان عندنا electric energy خرج لنا thermal وkainetic وساوند هتقول لي مستر انا ما كنتش محتاج الساوند الفكرة هنا ان احنا مش محتاجينه ايوة ولكن هو جمنين دي النقطة جاي من electric energy يبقى there is no loss of energy but it is converted from one form to another which may not be the device's main function but the energy doesn't disappear or destroy energy flow in mobile phone في الموبايل برضو نفس الكلام input energy هنا electric energy enters the mobile phone during charging طيب الالكتر انارجي هتعمل ايه؟ بتتخزن جوه البطاريات stored energy chemical energy is stored in battery of the mobile phone هتبتلي تخرج الطاقة دي على هيئة مجموعة من الطاقة when mobile phone is turned on some of the stored energy is converted into other forms of energy اللي احنا باب نسميها output energy زي light sound and thermal energy نظر النلخص اللي احنا كلمنا عنه النهارده ان احنا كلمنا عن energy transformations from one form to another وكلمنا اكتر عن law of conservation of energy تحالي ناخد question مع بعض choose the correct answer light energy is produced by all of the following devices except وطبعا الاختيار الصح هنا هو piano input energy in electric washing machine is energy وبيقول لي اختار من الكلمات اللي قدامنا طبعا input energy هنا هو electric energy بكده نكون خلصنا جزء النهارده ان شاء الله نتقابل فيه اجزاء تانية كنت معاكم مستر احمد البشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة